بظل الهجمة الشرسة التي يشنها المستوطنون على المباني القديمة بمدينة الخليل للاستيلاء عليها وتحويلها لبؤر استطانية خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمواضرة وطنية لتسجيل المباني القديمة مباني وقف إسلامي لحماية موروث الخليل العتيقة من غول الاستطان أهلنا في الخليل سطر مرة أخرى يعني سطر جديد في إبداعاتهم وفي استجابتهم العظيمة كما هم مستجيبين للتكية الإبراهيمية ومنفق عليها منذ مئات السنين أيضا منذ أطلقنا هذه الحملة وعدد كبير من العائلات ولله الحمد اتجهت إلى وقف عقاراتها وشرعت في وقف عقاراتها وكانت البداية في عائلة الكردي لما تعرضوا له من محاولة للتزوير ومحاولة للتسريب بتلك الأدوات الاحتلالية القذرة هذه المبادرة الوطنية استجابت لها العديد من عائلات الخليل كان أولها مبنى عائلة الكردي الذي كان محط أطموع المستوطنين وحاولوا الاستلاء عليه أكثر من مرة غير أن تسجيله كوقف إسلامي يعيق الاستلاء عليه بل يسعى للحفاظ عليه والعمل على ترميمه الوقف الإسلامي هو يصبح هذا العقار هو حبس العين على الله وبالتالي تصبح ملكية هذا الوقف تعود إلى كل المسلمين وتتولى وزارة الأوقاف إدارة شؤون هذا الوقف بما لا يشمل عمليات البيع وبالتالي نكون حققنا الهدف المرجو من هذه الخطوة بأن نحمي عقارات الخليل ونحمي تراث ومستقبل الخليل يذكر أن مستوطنون مستوطنة جريات أربعة قد شرعوا بحملة جمع الأموال ودعوا إلى الاستلاء على المباني القديمة بالخليل بكل أساليب التزوير لتحويلها لبؤر استيطانية وضمها للمستوطنات الخمس المقامة بقلب المدينة وتهويدها بشكل كامل تكمن أهمية هذه المبادرات الوطنية بالحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي لمباني البلدة القديمة التي تعد أبرز أطماع الاستيطان هنا سر العووي تلفزيون فلسطين الخليل